موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس وحدتنا الخامسة استقصاء المواد اليوم بإذن الله سنأخذ درس اختبار المواد لنتعرف الآن على أهدافنا التعليمية يعرف أن كل مادة لها خصائص محددة فبعضها صلب أو أملس أو لامع وما إلى ذلك يناقش لماذا يقع الاختيار على مواد محددة عند استخدامها لأغراض معينة على أساس خصائصها مفردات التعلم المادة العازلة للماء والمادة الماصة للماء سنتعرف في هذا اليوم على هاتين المفردتين عبارات أستطيع أستطيع أن أسمي خصائص المواد المختلفة أستطيع أن أتحدث عن الخصائص لكي أشرح سبب استخدام مادة ما في صناعة شيء ما أستطيع أن أتحدث عن الخصائص لكي أشرح سبب عدم استخدام بعض المواد في صناعة شيء ما دعونا الآن نبدأ ونسترجع معا عن ما أخذناه سابقا في درس في وحدة المواد لماذا تصنع النوافذ من الزقاق؟ لماذا أصنع النوافذ من الزقاق يا ترى؟ لأنه شفاف ولا يمتص الماء؟ أم لأنه مرن؟ أم لأنه قوي؟ ما رأيكم؟ نعم لأنه شفاف ويمتص الماء مبدعون لننتقل لسؤال آخر لماذا تصنع ألعاب الأطفال من البلاستيك؟ هل لأنه يمتص الماء؟ أم لأنه غير قابل للكسر؟ أم لأنه ثقيل الوزن؟ ما رأيكم؟ لماذا نستخدمه في ألعاب الأطفال؟ نعم رائعون لأنه غير قابل للكسر لننتقل إلى سؤال آخر أي مما يلي من استخدامات الورق؟ هل نصنعها للتنظيف؟ أم لصنع المضلات؟ أم للكتابة؟ في ماذا نستخدم الورق؟ نعم نستخدمه للكتابة مبدعون فالسر يصنع معظم الأثاث المنزلي من الخشب لماذا أصنع الأثاث من الخشب؟ هل لأنه يمتاز بصلابته وسهولة قطعه وتشكيله؟ أم لأنه يمتاز بالمرونة؟ أم لأنه لامع؟ من الخاصية المناسبة هنا؟ نعم مبدعون لأنه يمتاز بصلابه وسهولة التشكيل لننتقل الآن إلى نشاطنا الأول ما المادة الأفضل لصنع المضلة؟ انظروا معي إلى هذه الصورة تعرض هذا الفتاة أو هذا الطفل للبلل أثناء لعبه في الحريقة كيف تساعده على عدم حدوث ذلك مرة أخرى؟ دون ملاحظاتك في الجدول كيف نقوم بمساعدة هذا الطفل لكي لا يتعرض للبلل مرة أخرى؟ هيا لننتقل إلى جدول الملاحظات ونستجمع هذه الملاحظات انظروا معي هذا الطفل تعرض للبلل بسبب المطر إذا طرحنا على هذه الملاحظة سؤالا ماذا حدث للطفل؟ إذن هو تعرض للبلل نتيجة المطر كيف يمكن أن نساعده؟ يقب عليه استخدام مضلة لتحميه من المطر ماذا يجب على الطفل أن يفعل لكي لا يتبلل بالمطر مرة أخرى؟ يجب عليه استخدام المضلة ولكن المضلات مصنوعة من مواد عازلة إذن السؤال المطروح عليها ما المادة التي تصنع منها المضلة؟ إذن سؤالنا الألمي لهذا اليوم ما المادة الأفضل لصنع المضلة؟ لننتقل إلى هذه المعلومات أو لهذه الأسئلة ماذا تعرف عن المضلة يا صغيري؟ هيا لماذا نستخدم المضلة؟ فكروا نعم نستخدم المضلة لتحمينا من البلل عند سقوط الأمطار لا يخترق الماء المضلة لأنها مصنوعة من مواد عازلة للماء سنستقصي هذا في هذا اليوم ماذا تريد أن تستكشف؟ المواد العازلة للماء والمواد الماصة للماء نريد أن نعرف هذه المواد ماذا نقصد بها أو هذه الخصائص لننتقل الآن إلى أدوات التجربة سنقوم بهذه التجربة لدي هنا هذه الأدوات البسيطة لدي هنا ثلاثة أنواع من الأقمشة قماش مصنوع من الإسفنج قماش مصنوع من البلاستيك وقماش مصنوع من الصوف لدي هنا قمع ومخبار وهنا لدي كمية من الماء الآن سأقوم بهذه التجربة لأستكشف طريقة القيام أو لأستكشف ما المادة الأفضل لصنع المضلة ولكن قبل ذلك لننتقل إلى التوقعات من خلال الأقمشة التي لدي ما هو توقعك؟ من هي المادة الأفضل لصنع المضلة؟ هل المصنوعة من البلاستيك؟ أم المادة المصنوعة من القماش؟ أم المادة المصنوعة من القطن أو الصوف؟ ما رأيكم؟ فكروا يا عباقرة إذن تتوقعون أن تكون هذه المادة هي العازلة للماء؟ سأسجل هذه الملاحظة أو هذا التوقع الآن أريد أن أجعل هذا الاختبار عادل أولا سأقوم بإقراء التجربة ومن ثم سنعود إلى هذه الأشياء التي نريد أن نحققها خلال التجربة لدي القمع سأضع قطعة القماش بهذا الشكل وأحاول تغطية جميع القمع حيث لا يتسرب الماء من هنا بعد ذلك أضع هذا القمع على المخبار بهذا الشكل مثل ما ترون وأحضر كمية ماء بسيطة وأستخدم نفس هذه الكمية على جميع الأقمشة على جميع هذه الأقمشة الثلاثة بحيث يكون اختبارا عادلا وسأوضح لالك لاحقا إذن سنقري هذه التجربة الآن إذن قطعة الإسفنج الماء سأصب الماء بهذا الشكل وأثناء أصبي للماء سأحسب المدة الزمنية التي استغرقها الماء للنزول داخل المخبار بهذا الشكل بهذا الشكل سنقري التجربة لننظر هنا إلى كمية الماء سأقوم بقراءة كمية الماء انظروا إلى طريقة القراءة لدي هنا خمسة ملي هذا المخبار سعته هذا المخبار سعته خمسة وعشرون ملي أين كمية الماء التي قمت بصبها هذه الكمية إذن سأذهب إلى العلامة التي توقف عندها عندها الماء وأقرأ توقف عنده عشرة ملي إذن كمية الماء عشرة ملي بهذه الطريقة أقوم بقراءة كمية الماء وأسجلها وأدونها في جدول الملاحظات سأسترق الآن كيف يكون الاختبار عادلا هناك عوامل ثابتة في هذه التجربة وعوامل متغيرة العوامل الثابتة في هذه التجربة أستخدم أستخدم نفس القمع نفس حجم المخبار وكمية الماء نفسها إذن أوحد هذه الأشياء لجميع هذه القطع الثلاثة أو لقطع الأقمشة الثلاثة ولكن العوامل المتغيرة التي سأغيرها قطعة القماش من البلاستيك قطعة قماش أخرى من الاسفنغ وقطعة قماش أخرى من الصوف أو القطن إذن هناك ثلاث قطع مختلفة فأسميها عاملا متغيرا أما العامل الثابت مثل ما ذكرت لكم سابقا إذن قمنا بهذه التجربة نحن طلاب الصف الثالث بهذه الخطوات وأريتكم الآن كيف تقومون بها الآن قوموا بتنفيذها في منازلكم واستكشفوا بأنفسكم هذه هي الخطوات بسيطة جدا إذن من خلال الملاحظات التي سجلناها وجدنا من خلال هذه الملاحظات أن المادة الأقل امتصاصا للماء كانت قطعة الاسفنغ هذه كانت أقل امتصاصا للماء فجميع كمية الماء التي قمنا بصبها انسكبت داخل المخبار بسرعة كبيرة أما المادة أكثر امتصاصا للماء فكانت هذه قطعة الصوف قطعة الصوف امتصت بعضا من الماء ولم ينزل كل الماء في المخبار أما المادة العازلة للماء كانت قطعة القماش المصنوعة من البلاستيك هذا أرأيتم؟ إذن بهذه الطريقة نفذنا النشاط الآن قمنا بتدوين ملاحظاتنا في ورقة العمل هذه التوقع ماذا توقعنا؟ قلنا توقعنا أن المادة المصنوعة من البلاستيك ستكون هي المادة العازلة للماء كيف ستقعل الاستقصاء عادلا؟ وضحت لكم ذلك إذن نستخدم كمية الماء متساوية لجميع أنواع الأقمشة هذه وتكون المدة الزمنية التي نقوم بقياسها أيضا ثابتة لا تتغير إذن نستعرض النتائج قطعة الإسفنغ كانت كمية الماء فيها عشرون ملي وقطعة الصوف أيضا قرأنا كمية الماء التي خرقت من قطعة الصوف خمسة عشر ملي أما البلاستيك فكانت صفر أي بمعنى أن المخبار لا يوجد به ماء عندما وضعت قطعة البلاستيك بهذا الشكل إذن المخبار لا يوجد به ماء إذن من المادة الأكثر عزلا للماء؟ من تتوقعون؟ نعم إنها مادة البلاستيك التي رأيتمها هنا الآن نستعرض النتائج في رسم بياني لكي نستزهل عملية عرض النتائج قلنا مادة الإسفنغ كانت كمية الماء عشرون إذن نرسم عمود بهذا الشكل نبدأ العمود من عند الصفر ونرسم عمود يمتد إلى قراءة عشرين ملي بهذا الشكل مثل ما ترون باللون الذي تشاهدونه على الشاشة أما قطعة القماش المصنوعة من الصوف فكمية الماء كانت خمسة عشر ملي بهذا الشكل نبدأ من عند الصفر ونقوم برسم العمود بهذا الشكل كما ترون على الشاشة وأخيرا قطعة البلاستيك كانت صفر فبالتالي لا نقوم برسم أي عمود يظهر هنا لا نقوم برسم عمود يظهر نقعله كما هو ولا نغير فيه أي شيء لأن قراءته صفر إذن الاستنتاج نستنتج من هذا النشاط أن المادة التي لا يستطيع الماء اختراقها تسمى مادة عازلة للماء والمادة التي يستطيع الماء اختراقها تسمى مادة ماصة للماء كانت هذه مفردات التعلم لدرسنا إذن تعلمنا أن المادة العازلة للماء هي المادة التي لا يستطيع الماء اختراقها والمادة الماصة للماء هي المادة التي يستطيع الماء اختراقها إذن التعميم لنربط موضوعنا وتجربتنا بالمضلة تقوم المضلة بعزل الماء عن القسم المضلة تصنع من مواد عازلة للماء مثال على ذلك لدي هنا البلاستيك هذه الأقمشة المصنوعة من مادة البلاستيك مواد عازلة للماء إذن ماذا تعلمنا يا ترى؟ ما الذي تعلمتموه من هذه التجربة يا عباقرة؟ ما هي المادة العازلة للماء؟ هي شيء لا يمكن اختراقه أحسنتم ما هي المادة الأفضل لصنع المضلة؟ ما رأيكم؟ نعم إنه البلاستيك هي المادة الأفضل لصنع المضلة إذن من المادة التي تصنع منها المضلة؟ عرفنا أنها البلاستيك ولماذا تصنع من هذه المادة؟ لأنها عازلة للماء هل توقديات رامواد أخرى عازلة للماء نستطيع استخدامها مثل البلاستيك؟ نعم هناك مادة الألمونيوم ومادة النايلون هذه عبارة النايلون عبارة عن نوع من أنواع الأقمشة تصنع من مواد كيميائية أو من مشتقات النفط أما الألمونيوم فتعرفونه أنه معدن خفيف أيضا هو عازل للماء إذن لنفكر الآن مما تصنع المعاطف الواقية من المطر؟ إن لم تتوفر لدي مضلة فأرتدي هذا المعطف ما المادة المناسبة لصنع المعطف؟ هل أصنعه من القطن؟ أم أصنعه من الصوف؟ أم من البلاستيك؟ والجلد؟ نعم عباقرة أصنعه من البلاستيك لأنه عازل للماء لننتقل الآن إلى هذا النشاط سوف نتدرب على الرسم البياني أو التمثيل بالأعمدة استقصت عائشة ثلاث مناشف ورقية مختلفة السماكة لتحديد أكثرها امتصاصا للماء ومثلتهم بالأعمدة تريد أن تمثلهم وأنتم من ستقومون بمساعدتها دونت ملاحظاتها في هذا الجدول انظروا معي المنشفة لديها منشفة زرقاء ومنشفة بيضاء ومنشفة خضراء كمية الماء التي امتصتها المنشفة الزرقاء 12 والبيضاء 36 أما الخضراء 22 الآن ستقوم عائشة وأنتم من ستساعدونها بالتمثيل البياني بالأعمدة نريد أن نرسم الأعمدة على هذا الرسم أبدأ بالمناشف الزرقاء كم كمية الماء فيها؟ 12 إذن أبدأ من عند الصفر إلى أن أصل إلى 12 هنا لدي وأرسم العمود هكذا إذن المنشفة الزرقاء وكمية الماء التي امتصتها 12 أنتقل الآن إلى المنشفة البيضاء كمية الماء 36 كيف سأقوم برسمه؟ أبدأ من عند الصفر وأرسم عمود إلى أن أصل إلى 36 هذه هي 36 إذن هنا سيقف العمود هكذا إذن هذه هي المنشفة البيضاء المنشفة الخضراء 22 إذن سأبدأ من الصفر إلى أن أصل إلى 22 هنا وأقف عند هذا الحد إذن بهذه الطريقة مثلنا بالأعمدة أسميه تمثيلا بالأعمدة تدربوا عليه جيدا يا عباقرة الآن من خلال الرسم الذي قمنا برسمه ما المنشفة الورقية الأكثر امتصاصا للماء؟ لدي مكانان لأستنتقى الإقابة أولا عرضت البيانات من خلال القدول وعرضتها بالتمثيل البياني أستطيع استخلاص النتائج من هذين إما من الجدول أو من الرسم البياني فهما يعطياني نفس النتيجة إذن فإذا نظرنا أولا للرسم البياني لأنه سهل الورقة الأكثر امتصاصا للماء هي ذات العمود الأطول وهي المنشفة البيضاء انظروا عند قراءة 36 وإذا أردت المعلومة من الجدول من المنشفة التي امتصت الماء؟ كمية أكبر من الماء؟ أنظر وأقارن بين الأعداد لدي هنا 12 لدي هنا 36 وهنا 22 عندما أقوم بمقارنة هذه الأعداد سأجد أن العدد 36 هو أكبر عدد من بين هذه الأعداد فبالتالي هو إذن المنشفة البيضاء هي المنشفة الأكثر امتصاصا للماء لأن العدد فيها أكبر عدد يوضحه الجدول هكذا أقوم باستخلاص النتائج من الرسم البياني ومن الجداول بهذه الطريقة الآن أنهينا اختبارنا الأول سننتقل الآن إلى اختبارنا الثاني لدينا اختبار آخر سنقوم به أي نوع من الورق يصنع حقيبة ورقية؟ انظروا إلى سامي يريد سامي اختيار الحقيبة المناسبة لحمل أغراضه أو أغراض التسوق هذه كيف يمكنك مساعدته؟ دون ملاحظاتك في الجدول إذن سامي يريد اختيار الحقيبة المناسبة لحمل أغراض التسوق نطرح عليها سؤال ماذا يريد سامي؟ حقيبة التسوق يجب أن تكون مصنوعة من مواد قوية إذن السؤال عليها ما خصائص المادة التي تصنع منها الحقيبة؟ لكي تتحمل وزن هذه الأثقال الآن السؤال العلمي أي نوع من الورق سيصنع أقوى حقيبة؟ ورقية يا ترى إذن نريد أن نحدد نوع الورق الذي سيتحمل الأوزان أو الأثقال لهذه التجربة سنحتاج إلى قطع رقيقة من أنواع مختلفة من الأوراق أحضرت لكم هذه الأوراق انظروا معي لدي هنا أوراق لدي هنا ورق مقوى ولدي هنا محارم ورقية إذن لدينا ثلاثة أنواع من الأوراق نريد أن نصنع بها حقيبة تسوق أي أن ندخل الأغراض داخلها ونرى مدى تحملها لهذه الأغراض لدينا أيضا كيس بلاستيكي هذا هنا لدي كيس بلاستيكي سنقوم أيضا بتجربته إذن ما الخطوات التي سنقوم بها؟ لدي هنا الأوراق سأوضح لكم طريقة العمل وأنتم من ستقومون بإكمال هذا النشاط بأنفسكم وتختبرون الأوراق المتوفرة لديكم لدي هنا على سبيل المثال هذه الورقة ورقة A4 أضع داخلها ثقل بهذا الشكل أضع الثقل وأحمل الورقة وأرى الوزن المناسب لها سأضع الأثقال من ثقل لآخر أضع الأثقال من ثقل لآخر إلى أن تتمزق الورقة بنفسها بهذه الطريقة أقوم بإعداد هذا الاختبار أو هذا الاستقصار وسأجرب على جميع هذه الأوراق المختلفة لدي هنا هذه الورقة المقوى ولدي هنا محارم ورقية والكيس البلاستيكي إذن الآن كيف سيكون هذا الاختبار عادلا يا ترى؟ ما الذي يجب علي أن أحافظ عليه في هذا الاختبار لأجعله عادل؟ الأثقال هذه الأثقال أو هذه الكتل سأغيرها إلى أن تتمزق الورقة إذن هي عامل متغير في التقربة سأضيف أكثر من ثقل إلى أن تتمزق الورقة ولكن العامل الثابت في هذه التقربة الذي يجب أن أحافظ عليه حجم الورقة يجب أن تكون جميع هذه الأوراق بنفس الحجم بنفس الطول والعرض بهذه الطريقة وبنفس الارتفاع إذن هذه الورقة لا تختلف عن هذه الورقة في الحجم فبهذا أنا أجعل الاختبار عادل إذن تتوقعون من بين هذه الأوراق من سيكون المادة المناسبة لصنع الكيس أو الحقيبة؟ ما رأيكم؟ تتوقعون أن تكون المحارب؟ يا ترى هل هي مادة قوية؟ كلا إذن أبحث عن مادة قوية نتوقع أن يكون الورق المقوى من بين هذه المواد من بين هذه الأوراق من بين هذه الأوراق الثلاث سيكون الورق المقوى تتوقعون هو المادة الأقوى من بين هذه الأوراق تحدثنا كيف نجعل الاختبار عادل بأن أستخدم المواد المتغيرة لدي هنا الأوراق متغيرات والأثقال متغيرة ولكن أحافظ على حقم هذه الورقة في جميع الأنواع الثلاث إذن الآن نحن استخدمنا أوراق بالإضافة إلى كيس البلاستيك فإذا قارننا بين توقعاتكم حول الأوراق وبين توقعاتهم حول هذه الأربع مواد من تتوقعون يكون المادة الأفضل لصنع الورق؟ ها ما رأيكم؟ أيها العباقرة نعم إنه الكيس البلاستيكي الكيس البلاستيكي يختلف تماما عن قوته عن الورق إذن كيف أجعل الاختبار أو الاستقصاء عادلا؟ يكون نفس الورق نفس الطول ونفس العرض أي بمعنى أنه نفس الحجم بهذه الطريقة هنا قمنا بتسجيل نتائجنا لدي ورق الأيفور ولدي ورق المقوى والمحارم الورقية والكيس البلاستيكي عندما قمت بوضع هذه الأثقال داخلها وجدت أن ورق الأيفور يتحمل 1700 جرام من الأثقال بينما الورق المقوى يتحمل 3500 من الأثقال والمحارم الورقي تتحمل 400 جرام من الأثقال أما الكيس البلاستيكي عندما وضعنا جميع الأثقال عليه لم يتمزق إذن من خلال القدول ماذا تستنتجون؟ من الورق التي ستصنع أقوى كيس من بين هذه الأوراق والأكياس؟ ما رأيكم؟ لنستخلص البيانات من هذا القدول لنلاحظ أن الكيس الذي لم يتمزق هو الكيس الأقوى إذن كيس البلاستيك هو الكيس الأفضل لصنع الحقيبة أو حقيبة التسوق إذن ما المادة المناسبة لصنع الحقيبة؟ البلاستيك نعم لماذا تصنع من هذه المادة؟ لأنها قوية جدا هل توجد مواد أخرى أستطيع أن أصنع منها الحقيبة يا ترى؟ هل هناك مواد أخرى أستطيع استخدامها غير البلاستيك؟ ففي حصتنا الماضية في استخدامات المواد ناشدت سلطنتنا الحبيبة للحد من انتشار أكياس البلاستيك فأريد الآن استبدالها بأكياس قوية جدا تتحمل جميع الأغراض ولا تتمزق بسهولة ما رأيكم يا عباقرة؟ من تتوقعون؟ نعم هناك القماش أستطيع صنع أكياس من القماش مثل ما ترون هنا هذا الكيس مصنوع من القماش وهو صديق للبيئة انظروا معي إذا استبدلته بكيس البلاستيك بكيس أو حقيبة مصنوعة من القماش إذن نستنتج من هذه التجربة أن الورق مادة ضعيفة لصنع الحقيبة والبلاستيك أقوى من الورق إذن التعميم تصنع الحقيبة من مواد قوية مثل البلاستيك ويمكن أن نصنع الحقيبة من مواد أخرى تكون صديقة للبيئة مثل القماش التي أريتكم هذه هي من القماش فنستبدلها بالبلاستيك لأنها صديقة للبيئة لننتقل الآن إلى الأسئلة من كتاب التلميذ لماذا يجب أن تكون قطع الورق بنفس الحجم يا ترى؟ لماذا نستخدم في تجربتنا؟ يكون حجم الورق هذا بنفس الحجم؟ جميع الأوراق لدينا تكون بنفس الحجم ما رأيكم؟ نعم لكي يكون الاختبار عادلا السؤال الثاني هل الورق مادة جيرة لصنع الحقيبة؟ ولماذا؟ ماذا تتوقعون؟ الورق ليس مثاليا لصنع الحقيبة لأنه ضعيف وليس قويا بما فيه الكفاية إذن بهذه الطريقة أنهينا استقصائي لهذا اليوم لننتقل الآن هل يمكنكم يا عباقرة أن تقوموا باستقصاء المناديل الورقية الأكثر امتصاصا للماء؟ ستقرون هذه التجربة بأنفسكم فأنتم عباقرة العلوم كيف؟ ستقومون نفس الاختبار الأول اختبار المظلة ستحضرون ثلاث أنواع متعددة من المناديل الورقية وتختبرون مدى امتصاصها للماء بهذه الخطوات مثل ما تشاهدون في الصورة اتبعوا نفس الخطوات وفقط تقوموا بتبديل المناديل الورقية هكذا أحباء الصغار أنهينا درسنا لهذا اليوم ماذا تعلمنا؟ الأشياء التي تحتاج إلى أن تكون عازلة للماء يجب أن تصنع من مواد عازلة للماء الأشياء التي تحتاج إلى أن تكون قوية يجب أن تصنع من مواد قوية مثل ما أخذنا في درسنا السابق في استخدامات المواد يجب أن نصنع الأشياء على حسب خصائص المواد والخصائص التي نريد أن نحققها في ذلك الشيء وهكذا عباقرة العلوم طلاب الصف الثالث أنهينا درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء شكرا للمشاهدة